تمنعت الميليشيا عن الحضور إلى جنيف فكان المتوقع أن تسميها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتين جريفث بالطرف المعرقل ذلك لم يحصل وقيل أن الأمم المتحدة لا تستطيع التصرف بهذه الحدية أو الجدية بالأحرى فذلك يفقدها الحيادة كوسيط بين الشرعية والانقلابيين وعلى هذا انتهت مفاوضات جنيف قبل أن تبدأ أيام عدة ويأتي تطور آخر في المشهد اليمني وهو اتفاق بين الأمم المتحدة والانقلابيين لعمل جسر جوي من صنعاء إلى الخارج لنقل الحالات التي تستدعي العلاجة خارج حدود اليمن المحاصر ليس في الأمر ما يضير فنقل المرضى أمر ضروري ومطلوب لكن هناك أسئلة كثيرة عن الكيفية والتوقيت والتبعات لجلوس الأمم المتحدة مع الطرف منقلب ومتمرد ومتورط بجرائم حرب وغير معترف به فالبعض يتساءل لماذا يأتي التوقيع في هذا التوقيت أهو مكافأة لتعنت الميليشيا وهروبها من الجلوس في مفاوضات السلام ثم إن الكيفية غير واضحة ولا مفهومة فهل ستخضع الرحلات المنطلقة من مطار صنعاء لإجراءات التفتيش المتبعة من قبل التحالف الواضح أنها كذلك فالاتفاقية كانت قد نوقشت في وقت سابق مع الحكومة الشرعية وتم الاتفاق عليها لكن هل هذا كاف كي لا تستغل الميليشيا هذه الرحلات في تهريب الخبراء العاملين معها من الأطراف الإقليمية الداعمة لها ربما هذا مقدور عليه لكن ما ليس مقدورا عليه هي الإجراءات المتبعة في تحديد من يخرج للعلاج ومن لا يخرج فالاعتقاد السائد أن الميليشيا الانقلابية ستجعل الأمر متاحا لأتباعها وغير متاح لبقية المواطنين الذين هم في أمس الحاجة لدعم الأمم المتحدة وبقية المنظمات المتكفلة بهذه الرحلات والعلاج ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة